يا من تريد بأحمد نسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش فيه روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصايا باب الوصايا كتاب الوصايا وسيط كردن إنسان دوائي خوي يعني بو دوائي خوي وسيط كا چي بكره چي نكره آية حكمة كي چي آية وسيط واجبه وياخد تتنها مستحبا يعجكاتك واجبا چون واجب دبه وإنسان واباشا وسيط بچشتك قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق قمرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصييته مكتوبة عنده قمر عليه الصلاة والسلام فرموه هكذا إيمان دارك مسلمان اقنية شتيكي هبه وابه ويسكا وسيط تدابكات نابت دو شوي بسر دابروا إلا دبه وسيط كي لاي سري دا نابت يعني بونمونا قرزي كسيك اللسرة یا قرزي لسر كسيكا یا هر حقيق بيك اللسرت بونمونا یا شتك پيوستك توروني كيتو بي ليلت أو شتهبه لآرادا نابت دو شوكم ترخيمي تدابكي چه جايبي بيت السيان دبه وسيطكا بكيت لم حديثا فهمي أودكين كوصية واجبة في حالة ومستحبة في أخرى أو حالتي كوصية تدابكة يعني فرموي له شيء يوصي فيه إذا وجد شيء يتوجب أن توصي فيه فالوصية واجبة اجرشتيك هبه وابه ويسكا وسيط تدابك لكا وتوصيد واجبة بلامتوبونمونا نحقي كسد لسر نحق لسر كسام لا تقديرا لذلك بإسانة الإلهام تحديد للعظومات الدنيا الساعة والعبادة والدين حيث المثال والحصل إنه يملك معنام معناء الدنيا وإيقام الأخلاق إنه يوجد أنه يكون النخلاب يكون هناك إسهلاء بخصوص الإنسان ويحمل فإنه إذا كانت القصد وإذا كانت الحقيقة وإذا كان المصطد أحد المسؤولة سألاجب ما فعله أحكام وصية ماهونا أحسنا الله إليكم وعن عمر بن الحارث خطان رسول الله أحسنا الله إليكم وعن عمر بن الحارث خطان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمتا ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقا فرموه يا أغماري خواه عليه الصلاة والسلام لدوائي خواهي هیچ ندر همه چي جهشتوه ندینار چي جهشتوه نحب ديك يعني كويله چي پياونات جاريك آفراد و هیچ تي جهنه اشتوه إلا والاخا سبياكي نبات وسلاحكي نبات و زوية چيش كردوه بچي كردوه با صدقا طوال باز اوه جهشتوه كواتا انسان که هیچ تي جنبه جي بياله هیچ تي جنبه جي بياله و هیچ حقیتی لسر نبه وصیتی لسر واجب نیه طلح ده فرمی برسیارم لعبدالله کردوه با اوفا کردوه افی عمر اخوه علی صلی وصیتی کردوه فرموی نخیر وصیتی نکرد اه ها کونده به وصیت پیوست به پیغمبرنه که علی صلی و سلام فرموین کسی کشتی چیه به جی بياله يعني ارشادات و رنمایب کابل اوشتی جیمشتو آوائی لیبکن اوه پیوستی به وصیتی اما پیغمبری خوه علی صلی و سلام ندرهم اگ ندینار اگ نعبد اگ نعمه اگ که جی نشتوا و اوشت ترکناه فهو صدقه ما تريد منهم أنك توجيه بصدقاء الله، لذلك يظهر مرائلة في هذا النوع. يالكي قرأت قد من هل تعطيه المرائلون على شديد المصيحة؟ كيف تجمع الناس إله المصيحة؟ كيف تفعل المصيحات كما تفعل؟ قلت قلت من هذا الصحابة الإلعابة، على الوصول النبي لنهتك مدفوه، لنهتك مدفوه، وصيتي معنوية هي وصيتي كردوا دس بكتابك إخوة بقرين وصيتي كردوا بارس غاري لسر نوجة كان مامكين وصيتي كردوا لقل آفرت باش بين التعامل جوانيا لقل بكين وصيتي كردوا آقاما للرقيق وإماء وعبد كان بيت آوا وصيتي كردوا ناق وصيتي كمادي لملش خويدا اشتوانيا مال قالوا عن الأسود قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي كان وصيا فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه وكذلك لا يعيشة باسية كردوا أن علي وصي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وكذلك وصيتي كيف وصيتي كردوا بيغمبر عليه الصلاة والسلام تا وصيتي كربيو علي بيبو وصي في عائشة رضي الله عنكم يتدوني كنت مسندته إلى صدري terror فقد انخنث في عائشة رضي الله عنه وكذلك يعني ترى يفترض وصيتي كربيو علي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وصيتي كربيو علي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وفاتي كرد صلاة والسلام اخوة قولي للسربة فما شعرت أنه مات هل هاستي شمن كردت ما شامكر في عمر اخوة شلبو وفاتي كرد كردت متى ألصى إليكي وصيتي بو كرد وش ديوانيا ملا أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الوصية بالثلث لا يتجاوز والحض على ترك الورثة أغنيا وصيبك لا سيتي مالك الدابوتة وصيبك زيادة ربودني وصيبك كردت ما يرتقيه مالك بالظامر لأخوة قبلها ومالك بسبب بالظامر تقول بأنه مالك يتجاوز وصيبك لأخوة قبلها مالك في الوصول والسلام فإنهار سنوات قبلها وعندما يتجاوز وصيبك سأتجاوز وصيبك 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 الأول يتجاوز وضعها كردت وقرزه وقبت بيتحرم في عينة وطبعها قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال يرحم الله بن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أن تدع أنت ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في مرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم يكن له يومئذ إلا ابنه وفي رواية قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك عليهم سعد يقول ابنه وقص كالرانة ومكة نخوشك وصلاة والسلام أخي ورأي لسربة وفي أغمري أخوة عليه صلاة والسلام كيف سرداني كيرت سرداني نخوشيكي وسعد وهرواء في أغمري عليه صلاة والسلام في أن أخوشبك سعد لمكة بمري كالكاتك دائوه جرتي كيردو للمكة في خوشبك قالت ومدينة ما هو مرحل في أغمري أخوه عليه الصلاة والسلام نعم بسيط المعلكة وصلت من الخير ليس كيف يملك 100% فأراه في أغمري عليه الصلاة والسلام چلت خلت المنطقة يقول الدماء وصلت من الخير نعم يقول 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 ونطقة يقول فرمي اقل السرسير باشا 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 قيناكا قبول كرد بوشي انجا في عمر اخوة عليه الصاسم علتك كيف يؤود حكمتك كيف يؤود فرمي كتو خيزان ومنالكانت بببي بجيبالي فاري تنبو جيبالي محتاج كزنبل او باشترا لوي تو باركات كيتا خير منالكاني شد بفقيري و هجاري جيبالي يتكففون الناس بان دستان كانوا يتكففون يبسطون الناس لكي يتصدقو عليهم دستان كانوا خلق خيريا او باجني ابو ادكي وامكان بوشي وازان الابن باور حال وفرمي انجا وقمان مبن تنها او باريك دايدين بها خلجي هجاري وفقير تنها او خيرا كاكا او باريك لا دايده خيزان دايده كتشد كورت منالكانت باور خير صدقية ما انفقتنا من نفقة فانها صدقة هالخ خيرك هالنفقية بو مالو من دال خطها مي صدقية بو وحتى او باروئكا دي خيطة دمي خيزانتو اما صدقية بو تو اما خالج قرن احتسابي اجرب كين برا كانم زوربي بو كانس الخيزانة كان المال وايجدك انو دينصرفي داقنة اجرنين عن طريق أدوة فكرة الخير فإنه يتكلم جيدا يجب أن أدوة فكرة لا يجب أن تكون حقا حتى يكون مليون فكرة المالة تكون حقا احتسابا يتكلم جدا فكرة المالة ومعرفة صدقاء سيدة وعندما أدوة فكرة ويحصلت بشأن النبوة ويحصلت بشكل مدينة ويحصلت في النبوة فهمت أنه يكون لديك أساس وليس لديك يوم إلا يوم إلا بنا مالي حكا كذب تناكيس يعجلس سرسيب عينه تسسسس وراقات دليم بيست وراقي بيست اجلس سرسي شاست هكذا او بيست وراقين بخانا مزغو تكوات شلك ايتر دبيت ميراس او شلك ايتر میراس بودن يبلغ العبال بيست وياق وراقا بوبكه ناك بيست وراقبوت بيست وياق باقي لبيكيت بيست وياق بودنية جائز نيا مالي وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير нозر يعني امن ابن عباس الأن ما قال لك والاسيح ليست اخرى ب Ohhh من الصهور أفضل أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب لا وصية لوارث و تأويل قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين لا وصية لوارث يعني ناكري توب لي كاكم من أو يغل سرسي بوم هي وصيت تدابكم أحسن الله إليكم هل ت断vففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف موسى غازي درست نيا درست نيا باشا درست كيف تل موافقية تي ها كاكا بابي ويساق درست نيا ها يعني وصيتك درست نيا بولك ها بلاي من نعم نوتم ما درست درست نيا ها استا وارث نيا استا كباوكي وارث نيا مادام وارث نيا واتدرست وصيتك بلاي من اوان دنبو او نويم دانا اصايا كوارث نيا بلاي لاصل دا وارثة بلا مادام باوكي وارث نيا اكاكا اعياتك اتخوان دوا من بعد وصيت يصيبها او دين اميرات كي توزيع دكري دوائي وصيت يكا كرابت او وصيت يلدر دكري او دين قرز يجي لسر مثلا كابرامر دو قرز او دين قرز كان لماالكة تصفية دكري واروها وصيتك يجي بجي دكري انجا او مالا يدر دمين توب الصافي او مالا توزيع دكري بسر ميرات كركن عن عطاين عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال كان المال قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما حب فجعل للذكر مثل حظ الانثين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدوس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع قال البخاري ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وقوله عز وجل يقوله عادة معنا مسلمان ترى اعطا مال مال من منهما وصية جزه بسعبه يعني كانها وصية مباجعة بسعبه بسعبه مالذي يستيحبه وكانания بسعبه انه يستيحبه المنطقة خرم الفرح التي يشويها كان الشيخ ثم يش LINK لأن المتحدة يشترونيه أيها المتحدة التي أشترونيه ومانتها قولها و زوجها تشارك و نيوه يعني خواه فرادگار قانوني نجد عادته او مال توزيع بكرة و اي دين وصية كاميان پش كاميان و اتمنى دين انجا وصية انجا چه انجا ميرات ترتيبه اوائه دين جاري قرزك دا بدريتاوا يعني فياوك وفاتي كردو صد وراقي جي هشتوا دفتر دولار جي هشتوا نسه فين اعة فاتي قرزك نماقل مرضى خاله أنجا وص الاقتلية خالدما أو اڭادة فاتي اممال دون ليaré ما الاترد او عشرة ميرات مصوف نمون Ingare أرواز دفاتهند فانعطانخ وليهم الاترد مجدenceم سيهزوا أحسن الله إليكم وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة أحق من تطوع الصدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى قال ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وابن أذينة أجاز إقرار المريض بالدين أما بابتك إقرار المريض بالدين لغير الوارث جائز أم ليس بجائز يعني نخوش إقرار كابل من كيم لسلا بل من قرزيكم لسلا تشكئ لسلا تشكئ لسلا وغير أحد بغير تشكئ لسلا كان خلايا في الأسراء هندي العلماء دفعون سيري حالتك ذاكري سيري حالتي أو كسادا كريكا الريبي تدابي وقمان وشكي تدابي كما بس محروم كردني ورسيه أو اقرار بدين حسابي بوناكري كذلك قرزارم حسابي بوناكري أكبر بزان هنزي قريبا وقمان إجتداني حسابي بوناكري بالله قال وقال الحسن وحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الأن آخرة يعني إنسان لسأل مارك داخير كاريتي باشا بلان لسنوريتي در نتيه ثلث مال وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارثة من الدين بريء يعني إذا أبرأ الوارثة من الدين بريء يعني قبله يتقرز إلى سرنية يتقرز إلى أرادانية يعني حسك قبولة حكمكا أحسن الله إليكم وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز قال وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز قال وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة يعني والحاصل السوء الظن يعني إذا قال قمان هبو لكاتي سرن مارك دابلوه والا من قرز فلانم لسرن ولا أو ماليه فلان بوهو كما قمان هبه قماني فيه ببرنا بيهو يقرارنا حسابي وبكرت ما لأي بو فيشترد الله نتكدوه قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وناش بقماني خرابة كبارين باوكسي كا وصيتك دكا نا بقماني خراب فيه بري إلا كخوي أولي بوشيت وجاواز أجينا نا ببين ناكا أمنيتي خرابة لوسيتك أي قال وَلَا يَحِلُ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذَأْتُ مِنَ خَان وقال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ وقال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهَ أعلى آية سيدة بخاري فقال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمَانَاتِ إِلَىٰ وَأَمَانَاتِ إِلَىٰ بُوَدَسْتِ حَيْرِي فإن لذلك يمكن أن يكون المزيد هو أن يكون لهذه الطهر و أنه لا يكون المزيد في ذلك أي لا يكون الساعدة للنباح على كهير مدى لديك قاسمت، لن يكون هناك قطعة لم تفهم فإن فإن هذه المزيدة، هل تحاولون هذا المزيد احضر؟ فإن فإن تصبح بالفعل يمكنك أن يكون المزيدة لذلك إذا هل تقطع للمزيد احضاراً عندما يتبعون من أجلهم ومن يتبعون لهم هل أقبل ذلك؟ هل أقبل ذلك؟ أقبل ذلك هل يقول إنه يأمانه في حاناته ومعنه يتبعون هذا هو انه يكون ليس كذلك يستمر بجرد الوارثة ومن يتبعون لهذا يتبعون ذلك هل يقول إنه يأثير يتبعون ذلك أحسن الله لكم قال المؤلف رحمه الله باب الوقف والوصية لأقاربه ومن الأقارب قال وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحه اجعله لفقراء أقاربك فجعلها لحسان وأبي بن كعب قال أنس رضي الله عنه وكان أقرب إليه مني أقارب يعني زانايند فرمون من كان من قبل الأبي والأم هركسي خزماياتي هبه جال الرقاي دايكوا يا للرقاي باوكوا بيت أوتشي ممن لا يريث أوعني كميراد ناقرن بوانا دوتره أقارب عندي قدنة تعريفي أقارب خزم شئ خزم هركسيك بتو بقاتوا لجهاتي دايكت أو لجهاتي باوكت وميراد ناقرن بوانا وما يستخدم ميراد ناقرن بوانا شخص من شئ صغير كما بتو بحشن ما يستخدم ميراد ناقرن بوانا مرات قرنبه أو أقاربه بله جاء ترتيبكان يعنشون به يعني كالنسان خزمك دكا بيدتا عفوا خيرك دكا بيدتا خزم كام خزم لكام خزم نزيكترا أم حدي سيبوي هنا وأنه دفرين في عمر عليه الصلاة والسلام بأبو طلحي فرمو إجعله للفقراء أقاربك برو أواب كا خير بوتيف هجارة كان خزمت فجعلها لحسانة وأبي ابني كعب دايب حسانة وأبي كري كعب قال أنس وكان أقرب إليه مني فرمي أنس دا فرمي أودو أنا نزيكتربون لأبو طلحا وكوم من نا أوا نزيكتربون لي كواتا دائما نسانا قيلة لو أبي خزمي نزيكتر لا بيشترا لخزم الدورة كان يعني دفرين أصلاح بما يجب أن نزيكتربون بو قال أعسن الله إليكم وقال وكان قرابة حسانة وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسودي بن حرام ابن عمر بن زيد منتبني عدي بن عمري بن مالك بن نججار وحسان بن ثابت بن المندير بن حرام بن عمر فاجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وحرام بن عمر بن زيد منتبني عدي بن عمر بن مالك بن نججار فهو يجامع حسان أبا طلحة وأبي إلى ستة آباء إلى عمر بن مالك وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمر بن مالك بن النجار فعمر بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام بوتي وثمان حسان وأبي كري كعب لأبو طلحة نزي كتربون وك نزي تي أنس بوتي لفرما دي قدير استاكسيلي نسبك يانكن كان قرابته حسان وأبي من أبي طلحة تشيبوا واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمر بن زيد منات بن عدي بن عمري بن مالك بن النجار أي حسان نسبك يتونا دي قدير لكوه لقل أبو طلحة تيك دكاتوا حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمر لسيم وايا لبابير سيم تيك دكانوا فيجتمعاني إلى حرام وهو الأبو الثالث وحرام بن عمر بن زيد منات بن عدي بن عمري بن مالك بن نجار إستان لحرام يشوتا دقات عمري كري مالك سيتر أوشش لعمري كري مالك لقل أنس تيك دكاتوا يعني أبو طلحة لقل أناس لبابير ششمتينيق دكانوا بلام لقل دوكاني تلسا نمتينيشان دكاتوا يشان دكاتوا يشان دكاتوا لسيم فاتوا نزيكترا أو قرابة نزيكترا ملا هند العلمائش وقال بعضهم دي قدية فارمي وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام أمدلين كاكتونا بهمو رجالكككي حسابكي نأ آبائه في الإسلام وقال وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش بلا كاتك أو آتا خات أخواره وأنذر عشرتك الأقربين عشيرة نزيككت كامر إخوار عليه الصلاة والسلام بانجي ذكرت يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش همو يعني تيركاني قريشي بانج ذكرت همو عشيرة دبن بلا قال وقال ابو هريرة رضي الله عنه لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطالب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا اما توحيدا اما فرورد كردنا لسر توحيد كاته ما يتحى تخواره وانذر عشرتك الأقربين في عمار عليه صلى الله عليه وسلم فرموه اي كومالي قريش خوتان بكرنا وامرو لعذاب خوا لعذاب جهنم بچي با إيمان هنان تان بكرد ويتشاكتان انتبعباه و عند حسب الإيمان اب نحن ننف نحن بن المطالب كل ما من فرموا باس من عبد المناف واحد نظر ورانا انا ج訂 حلوك من الله شيئا يا عباس بن عبد المط毀ب اي عباس رسول المطالب اي ما ما من هشن بن نبقي أي صفية 돌�ه نهاية من اعبات المحمد ترجمة نانسي قنقرة بسبب نفسك أصدقاء الفتحة بسبب زرادة في العديد النوم يمكن أن تسعر بسبب الزادة على العدود و عمال في العديد قهوم يساعد الآن نقول، يقدر الله و قامة سودية يقول أنه سؤال شخص صديقه which one تلك أيضا حتى تلك دائقة لا تلك أيضا. هل نقول الشخص صديق هشخص صديقه يقول أنه يبدو أنه يبقى يا رب أخرى ، تلك أيضا مفرش هل تقول أنه يبقى 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 لنذاب، و لكنه لا يبقى 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 بأنه ليس كذلك انتهى المعيشات كما ترى انه سامنه انتهى المعيشات بخاطر فلا اونا اخوان ايمان وعملي صالح ايمان وعملي صالح هذا التعب ان يعتبر في نعبه طبعا دعا اندعوه في حياته و او منتضعه اما التعب ان يعتبر اخر و في هذا الان يعتبر في النخان الداخل اخواننا صلى الله عليه وسلم لا تعتبره في طعامنا احمي و شراء اخوانا انقدو انفسكم ابقى ان تقرأتوا الإنفسكوا اقترى الانفاق إخوة بإيمان بعملي صالح متماي من مبن من ناتو أنا مهشتن بوبكم ناتو مهشتن بوبكم إلا أو أنا بخواي قوري لقيمة الرقائب لشفاعة بوهن كسيكا لأهل توحيد لأهل توحيد ولا يشفعون إلا لمن اغتضى أو جاوازة أجيناتو بلي طواء من لسر هر دين مبارشي وازق بم أو بيغمبر إخوة عليه صلاة والسلام هانا يبدو بومدك اشتواني واصلو أساسيني مالك أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب يصح وقف الأرض وإن لم يتبين حدودها والإشهاد على الوقف مالك دروس تا زيوية كيف يتوقف يعني بو خير دا هاتكي خير بلا بيناء يخوة ذا بي هارتشان دا سنو لك شي تواود يارنا بي وشايت يش بقري لسر وقف مالك قال عن قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سامع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحا مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرع من ماء فيها طيب قال أنس رضي الله عنه فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإنا حب أموال إلي بيرحا وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله فقال بخ ذلك مال رابح أو رايح شك بن مسلمة وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحيمه ملا أنا سكرت مالك رضعي خوائن مالك نفسه أبو طلحة في زورين أنصلاقين في مدينة مالي زياتر بجواري خورما يعني باقر من أطاقه وكان أحب أموال إليه بيرحا لنا همشانة فَاسَكُوا بُقَرَيُ النَّجَوّ ان تننبدأً بذلك أن transportation في حول المصر وأيضاً بذلك بذلك أن يقول فلواله يا سلام لين يخبرناك وفره أن تكفي مدر وأنه يقول في صفحة الشامن اذا فلن يقول حسناك ، فإن ماذا يريد أيضاً ما يريد أن تحبه ماذا يمتزعون بأن لا يستحق السابق لا يمكن أن يكون فياطر مواطن ونزين السبب يوم المحافظين في المطابعة ، تلقي مما يناسب هذا الآية هو ، البحث يتحدث بأبو طلحة ، ،ما يجب أن تكون مشخصتها إذا استخدام هذه الف Anchor ولم يتم تشغيلين بشرات الجميع أو أن تحصل في كروحات فهذا لأننا مصدقة فهذا انهاء وكبس لدينا فهذا ويرجئ لا يريد أن تحصل فضع هذا هو ولكن اليساء ففهو فأنا ونحن الله المعطة، الجسد والسلامة بشكل أفضل وفيد من اللقاء والإنسان ما هذا خير الأفضل فالآخر في سبيل الله أعجب أن تلصد فضر فيها جيده itä البلاد تصدق فإن فإن أنت في نظرة ما تلصد كنا بأن أكبر س 분�اء يقول أن و يقول لك تعالى شخص أيضا ، فقد سمعت ما قلت و إني أرى أن تجعلها في الأقربين فرمي أي أبو طلحة بيستمتشد والتوكرة خير وليش ما قبول كري ضلان بيم باشا أم خير بو خزمانيزي ككانت بيت قال أبو طلحة أفعلو يا رسول الله يعني في عمرك واري صاصم كلي ورقلتوك تيو قران مو بود إستوى خير بلام تفزيعي كبسر فقيرة خزماني كفقيرا أبو طلحة بو شوازا تصدق به على ذوي رحمي بسر خزماني ما قبول كري ضلان بود إستوى خير في اليه وحباني لأنه يجب على الإجتماعات الأحيانية والمعارضة الأحيانية لأنه يجب على الإجتماعات الأحيانية لكننا نظر أن الناس يجب على الإجتماعات الأحيانية لأنها تخلص أعجب وستقعتها وحقا قالوا عن ابن عباش عنه أن سعد بن عبادة توفيت أمه و هو غائب عنها فأتن نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت أنا غائب عنها فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المخرى فصدقة عليها قال اوه سعد كوري عبادة فإن أشهدك إذا كنت تعلموا بإنعادة قال يبنان هذه المرة إذا كانت تصدقات مخيورة أقول إذا كنت نعلموا بل سعيد ما شاهدك إن كشاهدك أو باخن في ترك بخراف أو تقسيم صداقة بكم خير بكم هذا يبدو أنه يدفع ذلك ثواب صداقة فإنه يدفع خير هذا تقصيصه أنه ليس لإنسان إلا أنه سعة يعني لم يكن هناك ظاهرة إنسان يشتغلون إلا أنه سعة حديثة وأنه يدفع وأنه يدفع أجلا آقاف في الصداقة أجلا بكم ويجعني أنه يدفع وأنه يدفع إلا أنه يدفع أحمد أهلا قائل رحمه الله باب يستحب أن يتصدق عن مَن مَا تفجأة من النkook أنه يدفع إنسان يقول أنه يدفع انه يكون يدفع فهن يدفع كانت تحديد عائشة أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم تصدق عنها ب來到 الصدق تصدق عنها قال نعم تولى informal اجلب نظم واحد في drunkado إن شاء الله لكن سوف يقولون قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر فقال قضيه عنها حديثة تقريباً دوبارين سعد فرما سعد فرما سعد فرما ما بإذنوي سوف تقريباً هل تقرّش من شخص في البيان؟ هل تفضل على التفترض نفسه؟ سوف تفضل على نفسه فهل تفضل على المش من أن تفضل على المشارع؟ و تفضل على النساء و تفضل على أساس و تفضل عدد أمان الذي يطلق من شرعه بوضيع التعديل من أن تفضل على المشارع قول الشافعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال وَتَصَدَّقَ الزُّبَيرُ بِدُورِهِ وَقَالِ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍ بِهَا فَإِنْ إِسْتَغْنَدْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌ أنت مشار Creating what Gandiaaa , نحن بحية کہت عليه مسائل 확ساعدة , من ازEric مستوّر فرق blindly قمت بتفصل التعلمات Start ثم دعوة يمكنك تحديد وقتها تحديد وقتها و كنت تحديد الإنسان أنت لا تكون الأمر بسيطة مدى و قد تحديد الإنسان و أنت إيغاني بسيطة المدى و لأن هذا هو فقير قال وَجَعْلَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما نصيبه من دار عمر رضي الله عنه السكن لذوي الحاجات من آل عبد الله قال وقال أبو عبد الرحمن إن عثمان حيث حوصر أشرف عليهم وقال أنشودكم ولا أنشود إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهستم قال فصدقوه بما قال نعم رضي الله خواهك تقول أنه ابتدتك أهل في تكن الدوريه عن السمي وإنهار بطلقة؟ حتما أنه يقوم بالغرب من الحديث، هل لا نعرف من المجدد؟ تناسب جهز 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 جنة، سوف تعلمون أن جهز جهز جميع رومة ما قالت عمر رومة فهل جنة؟ السؤال الرواية هي المثلين الذين يشتري جهز 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 جميع رومة لأنه يخيص لك لأنه يخيص لك و هذا خطوة و المسلمين يجب أن يكون فرضاً يبحث برنا و يكون قد يخصون يخطونه و يتبعون المسلمين و يخطونه و يخطونه فرميه لما يتبعون المسلمين أنه يمكن أن يكون حسناً يقولون أنه ستيار على وجه أفضل قاعة أفضل ، والشكلة ستكون هناك لا يستطيع المختلفات بكل شيء فهذا العلم يسمونون أنه كان يغير أفضل هم أنه أفضل او سباياك بلو تبوغ رويشت لكاتي عسراتو لكاتي نبوني دابو هر کس امادهك باولاخ كانوا و بنافقو في داوشت يکانوا او بهشت بوها يا من امادهم كرت او دو جار لسر دو شد بيغمار عليه الصلاة والسلام مجد يبهشت بيادام يعني اهل تشغيب اهل خرافكار سبحان الله الدليل سودين يلقلي خواي فردقادة فرمي وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة ايه الا الذين ظلموا منه بوي الروب كانوا وقبلاء رب كانوا وكعباء بوي خلقش حجين ببسرتانوا خلقشي جولك لكتابك عندها هاتفو كدبي او في غنباري اخير الزمان ربكاتا كعباء اصلاح ببهم استخداره في فردقيم مشركين المشركين يقول ايه باش محمد دليل سديني ابراهيم ابراهيم كعباي دولوز كرقب ليه عجب اصلاح محمد ربناكا كعباء كما تقول كعب ما هو حجج؟ لم يكن حجج لأن الله يكون لناس كم حجة ويقوم بشأنها إلا الذين منهم إلا ذلك وإنكا ظالم إنساني ظالم حجة مجانا لا يتطلب إليه الإنساني وإنكا كانت بشأن ذلك وإنكا ظالم شئ لبعض أو تعب كيف تتمكن من خلالكية في الدين وماثنتك فيه رمك فيها لا يريد أن تكون مصيفا أو مصيفا تتوقع أو تتوقع سلها المساعدة كما تعلم يجب أن تكون مقابلة بسلها المساعدة يعني يكون مقابلة ما يتبعون من عدد لا ي其实 افزاده فلا تتوقع لا تتوقع ولكن من ان تكون تبعا نعم نعم ڈالله سوف يسدقون ان تدخل فانا اذا كان يحباً ان تكون شرحة تدخل سوف يساعد يساعد النار اذا فرصة تكيف سوف يبطل ان تشيئ يساعد النار بطل الظلم وانيا لأنهم لا يمكنهم أغطاء. وأنت ترون نفسهم أغطاء أنهم لا يمكنهم تفضلوا عنهم. مثل أنه لا يمكنهم أن يكونوا للمساعدة أغطاء 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 أغطاء. كيف أ ؟ حسن الله إليكم وقال عمر في وقفه لا جناه على من وليه أن يأكل. أخوة يقولون لديهم. لأنه يجب أن يحصل على وقفاته ويجب أن يكون حافظة ويجب أن يكون هناك من مجدد أن يكون أحد فيه ويجب أن يكون مجدد فنقام بإصلاحها ويجب أن يكون هناك ويجب أن يكون هناك لأن الله يقول أنه لأنه مجدد أن يكون هناك قال وَكَدْ يَلِيهِ الْوَاقِفُ وَسَيَأْتِي قَوْلُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لا نورة وما تركناه صداقه فقط نفسه في عمر عليه الصلاة والسلام يقول أن ميرات ما لنا جاءه أو يجيش ديالين صدقية ورثبه ميرات بيت تريكانية أو يجيش ديالين صدقية وميرات كركان منيا أما كتاب وصية يجيش ديال كتاب الجهاد والسير كتاب دور ودراجة ويرمتي من ديال توابكين إن شاء الله براكنا بعد العصر وانيا يقول ابن حجر عن مال أغلق عليه بابها في نسخة يقول العين في عمدة القاري والظاهر أن المراد أن المرأة بعد موز زوجها لا يتعرض لها فإن جميع ما في بيته لها وإن لم يشهد لها زوجها بذلك جوانا يعني أفرتك كميردك إذا مريد يعني أويك لمالي أو أفرتك طبعا باس يودك كميرات كريترينية أوهي أو أفرتك لا يتعرض لها 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 شكرا